عشية عيد الفطر تعرف محلات بيع الملابس سوقاً موازية من قبل أفراد يعرضون منتجاتهم على الأرصفة وفوق الطاولات وبنفس أسعار المحلات التجارية بالرغم من أنهم معفيين من تسديد الضرائب ومستحقات الكرة الأمر الذي أدى إلى غضب معظم التجار من هذه الظاهرة التي تشهدها السوق مع حلول كل مناسبة أدوك هي كما قولوا هذه عفزة ضرّك بوسكي علاش وانتارك هنا تكري وتخلص في الكرة وتخلص كل شوية يستعليك بره ويبيع كما انتهيت ما يجينيك ما كما قولوا على كل حال هم هذا مصدر رزق تيحهم واحد ما يتمنى لهم شي قطعوا لهم رزق تيحهم ما كما قولوا يديروا لهم حل يديروا لهم مارش يديروا لهم حوانات ولي يخدموا كاللي يخدم الصلد هنا تعصحاب الحوانات كاللي يجيب سلعب لك يشريها الصلد من وين يبيع الجملة الكل هنا منهمك بالملابس المعروضة على الطاولات وعلى الأرصفة بحثا منهم على كسوة عيد بثمن منخفض مقارنة بالأسعار المعتمدة لدى أصحاب المحلات الأسعار هي ما نقولوش معقولة يعني بريتا على الحانوت وتعبرها ما هوش كيف كيف يعني تعبرها يحطوا شوية أسعار ناقصة على الحانوت وديفون صيبو تعبرها كما تعل حانوت يستغلوا فرصة على العيد باش يبيعو والناس كم تحب تعيد لولادها تحب تجري لهم حواجي العيد يعني أنا نحب وين كين سعر معقول ننشوف وين يساعدني نشري وكي تتزاقى بنشره وخلاص غياب تنظيم سوق الملابس بالعاصمة يبدو جليا مع حلول كل مناسبة ليصبح ارتفاع أسعار الملابس المعروضة ظاهرة ملفتة للانتباه تستطيع الطرحة بشكل جدي